بيبدأ الفيلم مع روبين وهو داخل يستنم شغله كحارس ليلي في متحف التاريخ الطبيعي وبيكون متحمس جدا لأول ليلة ليه لكنه بيتفاجئ بقرد قاعد قدامه فبيستغرب هو القرد ده جي منين وهو مفيش غيره هنا لكن بيظهر واحد تاني وبيقوله أنا ثيودور روسفيلد رئيس أمريكا وروبين بيكون فاكره مجنون وبيقوله انه هيبلغ البوليس لكن فجأة بيظهر أسد ضخم فبيقوم روبين يجري وبيتفاجئ ان كل التماثيل اللي في المتحف بتتحرك وعايزين يتخلصوا منه وهو بيفضل يجري ويصرخ لحد ما بيخرج برا المتحف خالص وهو لسه عمال يصرخ فبيشوفه لاري وهو الحارس الحالي للمتحف وبيكون متدايق ان الحارس الجديد مشي ومش هيكمل شغل بعدها بيدخل لاري المتحف وبنعرف انه بيتكلم مع التماثيل العادي جدا وبيقول لهم ليه عملته كده هو أنا كلما جيب حارس أمن هطف شهولي وبيعرفوا منه هو مسافر في الصيف علشان هيبقى مدير مدحف توكيو ومحتاج حد يكون مكانه وساعتها بيقوله ثيودور او المشهور بتدي انهم عايزين الحارس الليلي الجديد يبقى حد كويس زيه كده علشان يعرفوا يتعاملوا معاه وطول ما بتيجي ناس غريبة هيعملوا فيهم كده لكن لو عايزين الموضوع يقف ممكن لاري يعرض على نيكي ابنه انه هو يبقى الحارس الليلي وبتقوله ساكا الهندية ان كده كده نيكي ابنك متربي في وسطنا وعارف السر بتاعنا واحنا كلنا بنحبه وبنشوف الناحية التانية نيكي وهو في المدرسة ونفسه يقدم في فريق الموسيقى لانه بيحبها جدا ولما بيدخل الاختبار بيكون بادئ في الاول كويس لحد ما واحد من الطلاب بيقطعه علشان يرخم عليه ولما المدرسة بتزعق للطالب ده وبتقول لنيكي يكمل بيكون نيكي خلاص حس انه مش هيعجبها كده كده وعمره ما هيوصل لمكانة كويسة ولا حد هيسمعه بعدها بيروح يقعد مع باباه في مطعم علشان يتغده مع بعض وبيقوله لاري باباه انه مؤمن بموهبته ولازم يبقى هو كمان مؤمن بيها علشان الناس تصدقوا وتسمعوا وبيعرض عليه فرصة الشغل في المتحف في اجهزة الصيف علشان يسلي نفسه ويضيع وقت ويقابل ناس جديدة ونيكي بيقوله انه كده كده هيبوز اي مكان هيروح فيه لانه فاشل فبيعرفه لاري انه مش فاشل ولا حاجة وانه بس محتاج شوية ثقة في نفسه مش اكتر بعدها بيروحوا البيت وبيعرفوا مامة نيكي انه هيشتغل في المتحف كحارس امن ليلي وهي في الاول مش بتوافق وبتكون خايفة على ابنها جدا لكن لاري بيقنعها ان دي مرحلة لازم نيكي يعدي بيها ويمكن دي تساعده انه يتغير ويبقى شخص مسؤول وساعتها امامته بتقتنع وبتوافق وتاني يوم بنشوف نيكي وهو رايح يستلم شغله الجديد وبيوصل للمتحف وبيلاقي هناك الدكتور ماكفي مدير المتحف وبيكون متضايق من نيكي انه جاي متأخر 3 دقيق بحلهم وبيقوله انه شاب مراهق ومستهتر واكيد هيفشل في المهمة دي وبعد ما الدكتور ماكفي بيمشي بيفضل وكل التماثيل يحتفلوا بنيكي لانهم عارفينه من وهو طفل صغير ومبسوطين انه هيكون معيهم الفترة اللي جاية وخصوصا تدي وساكا ونيكي هو كمان بيكون فرحان وبيسلم على كل التماثيل وهم اوكتافيوس القائد الروماني وراعي البقر وبيكون الاتنين دول حجمهم صغير جدا غير باقي التماثيل بعدها بيتصل بابا علشان يطامن عليه ويعرف اخباره ايه وبيكلمه فيديو كال وبيقوله ان الليلة الاولى دايما هتبقى صعبة شوية لكنك مع الوقت هتتعود وهتستمتع بالشغل بس اهم حاجة انك تتأكد ان القبوة مقفول والقوض اللي فيه كمان مقفولة وبيقوله انه بقى حارس الامن الليلي دلوقتي وما ينفعش يخاف انه ينزل القبو زي ما كان بيخاف ينزلوا زمان ولازم يبقى مسؤول لان ده فيه امان ليهم كلهم وبيفكروا باهم قاعدة في المتحف وهي ان لو الشمس اشرقت وحد من التماثيل برا المتحف ساعتها هيتحول لطراب ومش هيرجع تاني ابدا وبعد ما بيخلصوا كلام بينزل نيكي وبيكون مرعوب جدا من القبو والتماثيل اللي موجودة فيه واللي معظمها بيكون في الصيانة وشكلهم مخيف لكنه بيسمع اصوات خارجة من غرفة في القبو وبيخاف وبيسيب المكان وبيجري ولما بيطلع بيسأله تدي عمل ايه فبيجدب عليه نيكي وبيقوله انه قفل الباب خلاص وكل حاجة تمام لكننا بنشوف في القبو ان فيه تمثال اسمه خامون راع رجع بسبب ان نيكي ساب الباب مفتوح وبيقول انه اخيرا النبوء اتحققت وهيخرج من هنا وهيحكم العالم وبنرجع لنيكي مرة تانية وهو بيتكلم مع تدي وساكة وبيلحظوا ان اللوح السحري اللي خلق كل التماثيل تتحرك مش موجود مكانه وبيظهر خامون راع وهو معاه اللوح وبيقول انه رجع علشان ينتقم من لاري اللي فكر انه هو هزمه وحطه تحت في القبو لكن نيكي بيقوله انا مش لاري انا ابنه فبيقوله خامون راع مش مهم انا جاي ينتقم من اي حد وخلاص وهاخد اللوح ده واروح القسم الفرعوني في المتحف وهصحي الحراس بتاعتي وهنرجع مصر القديمة ونحكم العالم وبيفضل خامون راع يجري وكلهم يجروا وراه لكنه بيقدر يهرب منهم وبيهرب من القسم الافريقي والحيوانات اللي فيه لحد ما بتقابله جان دارك الفارسة من العصور الوسطى في فرنسا وبتقوله انه مش هيعدي من هنا الا لما يهزمها وبيبدأ هما الاتنين يقتلوا بعض لحد ما بيرمي الارد ديكستر اشرة موز على الارض وبيقع خامون راع وبيقع منه اللوح لكنه بيقوم بسرعة وبياخد اللوحمن على الارض وبيقدر يهرب من المتحف وكلهم بيخرجوا برا وبيدوروا عليه لكنه بيكون اختفى خلاص وبيبقوا مش عارفين هو هاري بروح فين لحد ما بتقول جان دارك انها شافت رؤية بتقول انهم هيفضلوا يتردوه وهو هيجري منهم لحد ما هيوصل عند الرئيس جورج واشنطن فبيقولها تيدي واحنا هنجيب جورج واشنطن دامنين دلوقتي ومرة واحدة بتعزي من قدامهم عربية عليها اعلان لمتحف فنون المدينة وعليها صورة جورج واشنطن وبيقولها انهم لازم يتحركوا على هناك بسرعة وفي الوقت ده بيكون خامون راع ويصل للمتحف ويقدر يصحي كل تمثيل الفراعنة اللي هناك وبيتمشى علشان يوصل للقسم الفرعوني ويروح مصر القديمة وبتوصل كل المجموعة بعد شوية ونيكي بيكون مش فاهم هو ازاي هيستخدم اللوح علشان يرجع بيه بالزمن لكن تدي بيفهمه ان اللوح بيقدر يشتغل زي بوابة يعني لو قدر يوصل للقسم الفرعوني فبيقدر يشغل اللوح على اي صورة فيها مصر القديمة ويدخل جوة اللوحة فبيقولهم نيكي انهم لازم يتحركوا بسرعة علشان مفيش وقت وبيفضلوا يجروا لحد ما بيلاقوا خامون راع أخيرا وهو بيحاول يهرب منهم وبيدخل جوة لوحة الجولج واشنطن فيها ميا فبيميل نيكي اللوحة وبيوقع كل الميا اللي فيها لكن خامون بيقول انه محتاج مساعدة علشان هم عددهم أكبر منه وبيروح على القسم الفرعوني وبيقدر انه يصحي مسؤول الفوضى عند المصريين القدماء علشان يساعدوا في المهمة بتاعته وبيتصدم لما بيلاقيه فار لكنه بيقوله انا مقدس عند القدماء المصريين واسمي سيث واول ما المجموعة بتوصل بيفضل سيث يضرب ليزر عليهم من عينه علشان يقضي عليهم لكن مفيش أي حاجة بتيجي فيهم وبنفهم انه مسؤول فوضى بجد يعني لانه فعلا عمل فوضى كبيرة جدا فبيستعين خامون رعب اللوح وبيقدر يصحي تمثال عقرب عملاق لكن المجموعة كلها بيتحدوا مع بعض وبيبدأوا يقتلوا العقرب ده لحد ما بيقدروا يهزموا في الآخر بعدها بيفضلوا ماشين لحد ما بيوصلوا للقسم الفرعوني وبيشوفوا ان اللوحة بتاعت الاهرامات مفتوحة وبيعرفوا ان خامون وسيث أكيد استخدموها وبيقولوا كل التمثيل انهم لازم يروحوا وراهم ويرجعوا اللوح لكن ناكي بيكون خايف بسبب الوقت وخايف الشمس تطلع والتمثيل كلها تتحول لطراب فبيضبط ستوب واتش وبيعرف ان فاضل أربع ساعات بس على شروق الشمس بعدها بيدخل اللوحة معاهم وبيلقوا نفسهم في مصر القديمة وكل المكان اللي حواليهم رامل وبيكون في الوقت ده خامون وسيث قدروا ياخدوا مركب ويمشوا في نهر النيل ويصلوا عند نفس المكان وبيلاقوا في مراكب تانية وبيركبوها لكن في الطريق بيهاجمهم تمسيح النيل القوية جدا وبيكونوا مش عارفين يعملوا معاهم ايه ولا الانسان البدائي كان هيتاكل اللولا شجاعة ناكي اللي رامى نفسه علشان ينقزه وقبل ما ناكي هو نفسه يتاكل بيكون تاد مادد ايده وبيساعده وبيخرجه برا وبيقوله اننا لازم نكمل بأية الطريق ماشي وفي الوقت ده بيكون خامون وسيث وصلوا عند معبد الشمس وقدروا يستخدموا اللوح علشان يصحوا راعي نفسه وخامون يستأذن منه انه هيدخل جوه وبعد شوية بتوصل المجموعة كلها وبيشوفوا النقوش اللي على الجدران وبيفهموا ان خامون هيعزف مقطوعة موسيقية في الغرفة العليا من المعبد علشان يصحي جنود الظلام بتوعه ويستخدمهم في السيطرة على العالم وبيجروا بسرعة علشان يلحقوه لكن بيكون فيه افخاخ كتير في المعبد وقسهم بتترمي عليهم وساكة بتقولهم لازم نبقى جنب بعض على طول وساعتها بيقرر لا انه يجيب الشعلة اللي على الحيطة دي علشان يشوف بيها احسن لكنها بتكون باب سري وبترمي المكان تاني بعيد عنهم وبيلاقي فيه موميا ارد كبيرة وبتجري وراه وهو بيخاف وبيجري منها والمجموعة بتكمل مطاردة الخامون راع لحد ما بيوصلوا له تاني والمراضي بيقرر يستخدم اللوحة تمثيل العملاقة وبيقولهم انهم الحرس الملك الجديد بتوعه ولازم يحموه وبيسيبهم ويمشي هو وسيف والتمثيل الضخمة بتبدأ تضرف في المجموعة كلها وبيحصل قتال بينهم لحد ما بيتلاحظ جان دارك ان نقطة ضعفهم هي يعنيهم الكريستال او لو اتدمرت اخلاص كده التمثيل دي هتتدمر معاها وبيقدروا بالمعلومة دي يوقعوا اول تمثال ويقضوا عليه وبيقف نيكي يفكر ممكن يساعد ازاي لحد ما بيقدر يستدرج التمثال التاني عند واحد من الافخاخ وبيدوس على الفخ وبيخلي الاسهم تضرف في عين التمثال وتوقع على الارض وفي الوقت ده كان اوكتافيوس وراعي البقر ويقعوا في حفرة ولقوا قدامهم قطة وكانوا خايفين منها ومرة واحدة ظهر تعبان وبقت القطة نفسها خايفة منه فبيقرر اوكتافيوس انه يقلع الخوزة بتاعته ويرميها في بق التعبان وراعي البقر بيقفل بقه بالحبل وبيقدروا يتغلبوا عليه وساعتها القطة بتحبهم جدا لانهم انقذوها بعدها بيكملوا طريقهم مرة تانية وبيوصلوا للغرفة العليا اللي في المعبد وبيكون خامون عايز يحط اللوح في التابوت ويعزف المقطوع بتاعته ويصحي جنود الظلام وبيعمل الجزء الاول بنجاح بعدها بيجي يعمل الجزء التاني وبيتفاجئ ان لاه وقع عليه من مكان عالي هو والمميا اللي كان بيجري ورادة لكنه بيعزف التانية وقبل ما يعزف التالتة بيتفاجئ ان اكتافيو سراع البقر هم كمان وقعوا عليه من مكان عالي وهم ركبين القطة اللي انقذوها وساعتها بيعزف خامون المقطوع الاخيرة وبيحرر جنود الظلام وبيقولهم يقتلوا كل اللي موجودين هنا وبتحصل معركة كبيرة بينهم كلهم وبيكون نكي خايف يتدخل لكنه بيفتكر كلام بابا انه هو حارس الامن وهو المسؤول عن كل التمثيل اللي هنا دي وبيدور في الشنطة بتاعته وبيطلع كشاف منها وبيبدأ يستخدمه وبيضرب بيه حراس الظلام وبيحذفه لكل تمثال من اصحابه شوية علشان يستخدمه هو كمان لحد ما بيفتكر ان الحراس دول جون بسبب المعزوفة اللي اتعاملت ولو نكي عزفها بالعكس ممكن كل الحراس دول يرجعوا مكانهم تاني وفعلا بيطلع وبيحاول انه يقرأ المعزوفة من الحيطة وبيعزف المقاطع بالعكس لحد ما بيتبقى واحدة بس وساعتها بيتدخل خامون وبيمسح المقطوع الاخيرة من على الحيطة وبيقول لناكي انه مش هيعرف يعزفها كده خلاص لكن نكي بيخرج التابلت بتاعه من الشنطة وبيقوله ان العزف دايما عنده حل بديل وبيبدأ يعزف على التابلت بتاعه والخطة بتنجح والحراس كلهم بيرجعوا على البوابة مرة تانية لكن خامون بيقول لناكي انه لو هيرجع عالم الظلام هياخده معاه وبيشد نكي وبيكون نكي خلاص هيروح معاه فعلا لحد ما بييجي تادي وكل التماثيل وبيمسكوا نكي ونيكي بيستخدم الكشاف اللي معاه وبيضرب بيه خامون وبيقفلوا البوابة وبيفرحوا كلهم ان الخطر خلاص خلص واللوح بقى معاهم لكن المشكلة التانية ان الشمس بدأت تطلع والتماثيل بدأت تتبخر وبيقولوا ان كده خلاص النهاية لان الوقت مش هيساعدهم يوصلوا للمتحف وبيبدأوا يودعوا بعض لكن نكي بيفكر في خطة وبيطلع صورة للمتحف من شنطة وبيشغل اللوح وبيعمل بوابة وبيرجعوا كلهم على المتحف وهم عايشين وكل حاجة تمام وبيتصل لاري بنكي وبيسألوا عن أول ليلة كانت عاملة ازاي ونيكي بيقولوا كانت ليلة مملة وما فيهاش أي حاجة تتحكي يعني ولاري بيقولوا انه دايما واثق فيه وعارف انه هيكون حارس ليلي احسن منه وبعد شوية بيجي الدكتور مكفي وبيقول لنيكي انه يقدر يروح وبيقولوا انه مندهش انه هو قدر يحافظ على المتحف هادي كده بعدها بيمشي ناكي وبيروح على المدرسة بتاعته وبيدخل اختبار الموسيقى مرة تانية مع الفريق بتاعه وبيقول للحكم انه المرة دي هيكون واثق من نفسه وهينجح وفعلا بيعزف ناكي هو والفريق بتاعه مقطوعة بتعجب الحكم جدا وبيرجع بعد كده على البيت وحياته بتتحسن وبيكون مبسوط وكل يوم بيعمل حفلة مع التماثيل في المتحف وبيفضلوا يغنوا ويرقصوا كلهم وبكده بتكون خلصت حكاية النهارده اشتركوا في القناة